شاهداء حي الأسمرات تتشين مبادرة كتف في كتف لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بالمنطقة وتم خلال الحفلة توزيع ألفي كرتونة مواد غزائية وطنية لحوم وألفي قطعة ملابس بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تتواصل جهود الدولة لتقديم الدعم للأسر الأولى برعاية ففي مدينة الأسمرات انطلقت قافلة مبادرة كتف في كتف التي تعد من أكبر المبادرات التي ينفذها التحالف الوطني حيث يتم توزيع خمسة ملايين كرتونة مواد غزائية على المواطنين والأهالي الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات تزامناً مع شهر رمضان المبارك مبادرة كتف في كتف هي من أكبر وأضخم المبادرات التي قام بها التحالف لأن هدفها هو توزيع أربع مليون كرتونة غزائية من السلع الأساسية للمواطن المصري تحت منظمة التحالف الوطن مجمع أكثر من 31 جمعية في جميع محافظات مصر النهاردة للانطلاقة وإن شاء الله النهاردة البداية بعشر تلاف كرتونة في حي الأسمرات في محافظة القاهرة وإن شاء الله خلال الأسبوع كل يوم في محافظة وخلال الشهر الكريم بإذن الله التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضم ثلاثمائة ألف متطوع ويستهدف الوصول إلى 25 مليون مستفيد من المواطنين حيث يستعد التحالف لشهر رمضان المبارك منذ أكثر من شهر من خلال استقبال المواد الغذائية وتغزينها بشكل آمن وصحي ومن ثم التعبئة من جانب المتطوعين نحن موجودين في الأسمرات بنعبي عشر تلاف شنطة فيها تقريبا كل كرتونة فيها حوالي تسعة كيلو من المكونات الأساسية من رز وسكر ومكارونا المكونات بنوح نجيبها المخازم بنجيبها هنا لمكان التعبئة في معنا أمار ينزلوهم وعلى كده نحن بقى بنص مكونات بتاعتنا وبنعبي المكونات زي ما موجود دوقت كده بنعبي رز ومكارونا كل حاجة لها مكيال معين بنعبيها وعلى كده نجمع المكونات وتحطها في الكرتونة تكون جاهزة عشان تكون الكرتونة وزنة بتاعها من سادي تسعة كيلو جميع محافظات مصر ستغطى بالمبادرة بناء على تكلفات القيادة السياسية بشان الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية إذ تعتبر مبادرة كتف في كتف المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري أحمد الحسيني التلفزيون المصري